صلاة فريضة و صلاة نافلة الصلاوات المفروضة الخمس الفجر ركعتين و الظهر أربع ركعات عصر أربع ركعات المغرب ثلاث ركعات العشاء أربع ركعات لابد أن تصلى هذه الصلاوات المفروضة الخمس في أوقاتها والرجل البالغ لابد أن يصلي في الجماعة من مسائل إذا سافر العبد يصلي أي صلاة ذات أربع ركعات يصليها ركعتين يعني يصلي الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين هذا إذا صلاة منفردا أو صلاة خلف إمام مسافر إذا صلاة وحده الصلاة الربعين يصلي على ركعتين أما إذا صلاة خلف مقيم يصلي بصلاة المقيم أربع ركعات ويجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر إما في وقت الضور أو في وقت العصر ولا أن يجمع كذلك بين المغرب والعشاء إما في وقت المغرب ووقت العشاء هذا إذا صافر أما المقيم لا يجمع بين الصلاة إلا عند الحرج ما هو الحرج؟ يعني مثلا هذا الشعير يعمل طبيب جراح وفتح بطن المريض أو قلب المريض ما يستطيع أن يصلي الظهر الآن حتى يتم العملية فأنا أقول له الآن من أجل هذا تجمع الظهر مع العصر فإنه ذ动 وقال الدخول الوحض فإنه ذهب لا يستطيع أن يتنطل فهذا يجمع إذا كان هناك المريض فإنه ذهب المريض ويجب أن يهتي في حالة المقرسة لأنه يجب أن يأتي في الحالة ويجب أن يمتحل الدرس أما هذا الغ أخي القل أنا أريد أنام فأصل الله للطور من الصف حتى أنام إلى المغرب إن شاء الله إذا كان действительно فأنت فأنت فقط أن يتفق بالنسبة لذاتست لذلك تفقر بالنسبة للحل ويجب أن يتفق بذلك لا تصل لكل صلاف صلاة الجمعة لابد أن نصل الجمعة نجتمع في هذا المكان في بالبا يجتمع المسلمين في مسجد واحد هذا الأصل أتقدم الجمعة خطبتين قبل الجمعة لابد من خطبتين يصل فيها ركعتين يجهب فيهما بالقراءة يقتسل الجمعة يتطيب يأتي مبكرا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الكام يصلي قبل الجمعة إلا هو أن يصلي ركعتين ركعتين لله سبحانه وتعالى نعم لا يوجد الجمعة سنة قبلية لا يوجد وإنما هو نفل مطلق صلى الله نعم عندنا صلاة النافل عندنا سنة روادب يعني سنة مرتبة مع الفرائد عشر ركعتين أو أربع ركعتين أو أربع ركعت قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشام وركعتين قبل الفجر أهم هذه السنة الرواتب ركعتين فجر حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك ركعتين الفجر لا في الحضر ولا في السفر كذلك نحافظ على الوتر ما بين العشاء والفجر سنة مؤكدة أقل الوتر ثلاث ركعت هذا قليل لكن كامل وأقل القليل في الوتر ركعت وأكثر الوتر إحدى عشر ركعت نعم أيضا عندنا قيام الليل صلاة التراويح نعم يصلي ركعتين ركعتين وصلاة الضحى من ارتفاع الشمس بعد الفجر تقريبا بساعة وربع إلى قبل الظهر تقريبا بعشرين تقريبا نعم يصلي ركعتين آربع ركعات ست ركعات ثمانية ركعات ركعتين 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 نعم كذلك عندنا الصلاة بين العصر بين الظهر والعصر يصلي لله نافل وبين المغرب والعشاء يصلي كذلك صلاة الاستخارة إلى أرادة الشفر أو أرادة الزوائح يصلي ركعتين وقبل أن يسلم بعد أن تعمل التشهد والصلاة لبرعامية يدعو دعا الاستخارة ثم يسلم يصلي قرية دعا أو برد uncovered يصلي إستخارات الح greب تريد أن في job ترجمة نانسي قنقر